تعهد أمريكي جديد بمبلغ ثلاثة مليارات دولار للعمل المناخي العالمي التمويل الأمريكي الجديد يخصص لصندوق المناخ الأخضر أعلنت عنه كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي وكانت الولايات المتحدة قد قدمت في السابق ملياري دولار لهذا الصندوق كامالا هاريس دعت المشاركين من قادة الدول ورؤساء حكومات أثناء كلمتها في كوب 28 إلى بذل المزيد من الجهود لتحقيق هدف الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض إلى واحد ونصف الدرجة مئوية وذلك عبر تسريع العمل وزيادة الاستثمارات في الموارد الطبيعية اليوم أنا فخورة أيضا بالإعلان عن تعهد جديد لقيمة ثلاث مليارات دولار لصندوق المناخ الأخضر الذي يساعد البلدان النامية على الاستثمار في المرونة والطاقة النظيفة والحلول القائمة على الطبيعة القيادة العالمية الأمريكية في مجال المناخ برزت أيضا في ثالث يوم من كوب 28 في دبي في بيان وقعت عليه أزيد من 20 دولة بينها الولايات المتحدة والإمارات وفرنسا والبيان الذي تلاه جون كيري المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون المناخ تضمن دعوة إلى زيادة مصادر الطاقة النووية في العالم ثلاثة أضعاف بحلول 2050 مقارنة بالعام 2020 لتقليل الاعتماد على الفحم والغاز أنا متأكد بالنسبة 100% بعد أن تابعت هذه الملحمة طوال هذه السنوات أننا سنصل إلى اقتصاد منخفض وخالي من الكربون على هذا الكوكب سنفعل ذلك والذي يتعين علينا القيام به هو اتخاذ القرارات الآن وتنفيذها وبينما يجري الحديث عن تحدي الانتقال في التمويل المناخ بشكل أسرع تتجه الأنظار إلى صندوق النقد الدولي الذي نبه إلى أن العالم بحاجة إلى 5 تريليونات دولار لجعل إزالة الكربون عملية حقيقية وواقعية مثل ما أعلنت مديرة الصندوق في كلمة أمام منتدى المناخ للأعمال التجارية والخيرية تستمر الأجندة الرسمية لمؤتمر الأطراف في يومها الثالث والتركيز على الأولويات بينها ضمان التفاهمات والتوافقات في المفاوضات بين الدول خاصة الكبرى وتحقيق نتائج قوية حول عملية التقييم العالمي وبرامج التكيف المناخ وتمويلها مصطفى سوكحال الحرة دبي